بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله السلام عليكم أشخباركم أحوالكم طيبا أتمنىكم يارب تكونوا كاملين بصحة وسلامة يا رب اليوم إن شاء الله سنحضروا غريبة أو لدوازاتي كي يجي هائل جدا لف المدق ولف الشكل يالو سريع التحضير وسهل التحضير وغير مكلف وتعد كمية معقولة غريبة كتجهشيجة وحد القرمشة وحد المدق فيها رائع جدا بغتكم تجربوها كتجهزال عن جد وسهلة يعني ضغية توجد لهذا الغريبة غدي نحتاج لها جوج بيضات غدي نحتاجوا في العجين بيضة كاملة وأصفر بيضة والبيض غدي نحن نوضفوه في التزيين كأس ونصف ديال السكر كأس ونصف ديال الزيت نصف كأس ديال نشط دورا جوج مع القبار ديال نسلي كراميل تعاودوهم بجوج مع القبار ديال فلون كراميل أو لا تعاودوهم بعلبة ديال بيسكويت مطحون 125 جرام ديال زبدة ساشية ديال فاني وعندي واحد معلقة صغيرة ديال خميرة الحلويات اللوز إفلي أو للكوكاو للتزيين في القصعة وضعت قبصة ديال ملح معدك 125 جرام ديال الزبدة ساشية ديال فاني ودك كأس ونصف ديال السكر وغادي نخدم الزبدة يعني زبدة تكون هادي زبدة مارغارين اللي بغا تدير زبدة حيوانية تدير غير كأس ديال الزيت وتنقص النصف الكأس سافيك ندعكو ديال الزبدة مع الزيت والسكر يعني كنخدموهم مزيان باش كاتر طابلين ديال الزبدة وفي نفس الوقت ضروري نخدموهم باش كيدوب لنا السنيدة يعني نحكوها بهالطريقة باش كينساجموا العناصر وفي نفس الوقت كتدوب لنا ديك سنيدة نخدمها مزيان هاك دا باليد حتى كنحصل على كريمة غدا نضيف لي هاديك الحبة ديال بيض كاملة واسفر بيضة وكيف قلنا البيض ديال ديال البيضة التانية هو اللي غادي نوضفوه للتزيين كنضيف لي المكونات وانا كنخدم بهالطريقة تكتحسو بدوك العناصر منساجمين وكتحسو بيهم يعني رطبين في ديكم غدا نضيف هنا جوج معلق كبار ديال نيسلي كاراميل تعاوضوهم بجوج معلق كبار ديال فلون كاراميل حسلت لست المعلق كبار ديال فلون كاراميل ماشي اشكا وممكن لي ما بغدش الفلون تدير علبة ديال بيسكويت اي نوع انتو ما كتبغيو تحنو كيعطيت قريبا واحد كأس اللاروب لهذا كيجي بيها ايضا من السمو كيجي بيها غزال كي نسم لنا الغريبة بشكل زوين او للكوكم حمر او لشنو ما حبت خطركم بعد ما خلط هاد المكونات اضفت لها هنا واحد نصف كأس ديال ناشا الدورة كتعطي واحد لها شاشة واحد لقارمش لهاد الغريبة وغدا نبدأ تضيف الدقيق وعندي واحد معي القصغرة ديال الخاميرة الحلويات دقيق عينكم ميزانكم هو ما لملكم العجين انا ما اعطيتكمش القرامش ديال الدقيق بالضبط يعني كل نوعية ديال الدقيق وهي ما بين 500 ل 300 جرام ابعد حد كنحاول تقيق شوية بشوية حتى كنحصل على عجين لينة وباش نجربها كنقيس العجين باليد الاخرى يعني باش كنشوف القوام ديال العجين كيفاش دير باش ما يشمتنيش عاودوا تجي قاصحة هدا هو العجين ديالي كتجي عجين رطبة لينة مجموعة بهات الشكل هنا عندي بايات بيضة وهنا عندي تقريبا واحد ميتين جرام ديال لوز افيلة شوية ها كنكسروه بين يدينا باش يقبط لينة في الغريبة شوية ها كده نكسروه اللي ما بغتش تدير اللوز ممكن ندير كوكا عادي جدا اللي متوفر عشرات درهمت قريبا كان بدن نشكل كوراس انا اخذتهم شوية صغار وكان مررهم في ذاك الوجه ديالهم في البياض البيض وغادي ندوزهم في اللوز افيلة ونوضعهم في اللاطا ممكن ذاك بياض البيض ديروا لي شوية ديال الفانيلا نكهة الفانيلا للتنسي ونبرك على الغريبة غير واحد شوية يعني ما كنضغطش عليها بزفق غير واحد شوية وبعد موضعتهم في اللاطا قد ندخلهم الفرن ساخن على درجة حرارة 160-180 درجة أبعد حد النار من الأسفل ومن الأعلى وتراقبوا الطهي ديالهم حتى كيتحمروا بهذا الشكل يعني كياخدوا هاد اللون مدهب كل ما كانت النار مهيلة كل مرة كيجي بها الحلوة غزالة يعني كتجي طيبة من الداخل واخدها حقها ممشو وطاش وكيجي حتى تحميرها ديالهم قادة يعني 160-172-180 أبعد حد والنار كيف قلت من الأسفل ومن الأعلى من بعد ما بردت لي الغريبة هنا خديت شوكولات أبيض شوكولات غالة من الأحسن نوعية جيدة أنا كنت بديت بواحد وعد كملت بغالة غالة كيبقى أحسن سوف يمكن أن أخذ الغريبة ديالي كان مرر هكذا النصف ديالها النصف ديال الوجه ديالها استعنت هكا بمعالقة كان دوز هكا غير النصف ديالها في ذاك الشوكولات أبيض وكان نزين بالحبوب ديال البافو أو لزرعة الخشخاش وأيضا هكا وريدات ديال الورد وريقات ديال الورد يعني الشكل راه واضح وسهل جدا ونحطوها كفورق سيلفو غيزي ونخليه حتى كينشف تماما وممكن لي ببغت شوكولات الأبيض ضيف شوكولات الأسود بنفس الطريقة أنا هنا كانو شي بدا حبات يعني تقادى لللوز إيفيلي وكملت باللوز كونكاسي أو لللوز المجروش من طبع الحال ما محمص تكملت به تشكيل الغريبات كاملين وبهاكدا حصلت على ثلاثة شكيلات ديال الغريبة من عجين واحد يعني وزينهم بثلاثة طرق باللوز إيفيلي باللوز المجروش وأيضا زينهم بالشوكولات كي يجي أيضا رائعين لداد غزالين يعني وحد المضاق فيها ما نقول لكمش وبهاكدا حلقتنا دياليوم غادي تكون سالات نتمنى هاد الاختراح اللي اعطيتكم اليوم إلوقكم ينالي استحسانكم واريداكم تجربوه إن شاء الله في بيوتكم شكرا للمتابعة وانتعدلين في الحلقات المقبلة بإذن الله شكرا للمتابعة